مرحبا اليوم رح نحضر ورق عناب بزيت او متل ما بنسميه بلبنان ورق عريش اول شغلة بنعملها انو بدنا نطرر ورق العنب بنجيب الورق انا هون عندي ورق اخضر اغليت ماء وحتات الماء فوقون وبتركن عجنب لتحضير الحشوة بدنا نبلش بتقطيع الخضراء بدنا باقت بقدونس كمشة نعنع حبتان بصل حجم وسط حبتان بنادورة حجم كبير واختيارة فينا نستعمل بصل اخضر بس اذا متوفر بنصحكن فيه بيزيد طعمة كتير طيبة هون فرامة البقدونس كتير ناعم قد ما فينا يكون ناعم نرجع بنفرم النعنع الاخضر في حال مش متوفر عنا نعنع اخضر بنقدر نستبدله بالنعنع اليابس فرامة البصل الاخضر وهلا البنادورة برجع بعيد انه كل الخضرة لازم تكون مفرومة ناعمة وهون شلت الطرف تبع البنادورة ميلة القشرة حطيتهم عجنب بعدين رح ارجع صفهم بكعب الطنجرة وحط فوقهم الورق يلي لفيته البنادورة منكفة نفرمه مربعات صغيرة وما منكبزه بالبنادورة منحط الزوم فوق الخضرة لانه بنرجع نستعمل الزوم لنطبخ فيهن الورق العريش وهلا البصل عم بفرموه كمانة كتير ناعم وبحطه فوق الخضرة في عندي حبة حامض او من الا ليمون حامض بدي استعمل بس البرش طبعه وبعدين بدي استعمل العصير بس البرش كتير مهم انه بس شيل الكمية الصفرة من البرش ما طلع من اللب الابيض لانه بيعطي مرورة كمانة اختيارة بس بنصحكن فيه وهون غسلت كبايتان رز مصري حطيتون فوقون زادت ملعة صغيرة ملح نصف ملعة صغيرة بهار اسود حار ملعة كبيرة بابريكا حلوة عصير حامضة دبس الرمان اذا متوفر تقريبا ملعقتين كبار رجعت زدت بهار اسود حلو نصف ملعقة ونتفت بهار حر كمان اختيارة بودرة حر واخر شي زادت الزيتون تقريبا ربع كباية بخلط كل شي مع بعضه لازم ينخلطه كتير منيح وهيدا الحشوة صارت جاهزة في كعب الطنجرة حطيت قطع البنادورة حطيت حلقات من البصل وراس بطاطا اختيارة واذا في عنا جزر فينا نحط جزر وهلق بدنا نبلش نلف الورق عطول ميلة اللميع بده تكون لميلة برا يعني منحط الحشوة ميلة الخشن ومنلفها لحتى ميلة اللميع تبين من برا ويبين شكلها حلو منحط كمية منيحة من الحشوة على الورقة ومنلفهم وكل شي ورق بيتخزق معي او ما بينلف بخليه على جناب برجع بحطه اخر شي على وجه الورق يلي لفيته وهيك بصفهم بترتيب بقلب الطنجرة وحط بعضهم لحتى ما يفلتوا وتطلع من قلبهم الحشوة هنا فضيت الزوم من الحشوة بقلب الطنجرة صفيتهم وكفيت لف بقية الكمية بما انه بعد بحاجة لسوائل حتى ينطبخوا حتيت نتفت عصير حامض اكيد حسب الرغبة الحامض اذا ما بتحبون حامضين فيكم بس تحطو مي نتفت دبس الرمان ما بكثير احنا ما يطلع لونه نغامق ملح وبابريكا حسب الرغبة ونتفت مي بخلطون وبحطون فوق الورق يلي لفيته وبخليهم ينطبخوا على نار خفيفي يعني بيغلوا وبيرجع بخفف النار ليستقوا وبتمنى اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وحيال له سؤال عندكم ايه بتقدروا تكتبولي بالكومنت وهيدي النتيجة النهائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة